وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد وضعت لكم فيديو من قبل عن سبب موت النحل عن سبب وجود نحل ميت على أرضية المنحل تحت الخالية وبجانب الخالية إلى غير ذلك ربما قد شاهدتم الفيديو الذي وضعت لكم عن سبب موت النحل في هذا الوقت وسأترك لكم في الوصف إخواني الكرام وأريتكم بأنه هنا توجد على الأرض كمية كبيرة النحل ميت وكذلك على تلك السخرة وعلى تلك الألواح وكذلك بجانب الخالية وعلى لوحة كرسي الخالية وأيضا في الأرض هنا عدد كبير من النحل لكن بعدما قمت بتقليب التربة وردم النحل الميت هذا الآن لحد الآن تقريبا خلال أسبوع أو عشرة أيام لم أجد أي نحلة ميتة على الأرض أو متساقطة على الأرض لماذا؟ لأن هذه الأيام تقريبا نحن نسميها هنا في منطقتنا ليالي رسل العام تكون دافئة كأنها ربيعية إخواني الكرام يعني الجو دافئ حتى أن أرضية الخالية تكون جافة كما تشاهدون ليس فيها رطوبة والجو يكون دافئ فهنا النحل لا يتعب ولا يخرج للسروح فقلت لكم من قبل بأن سبب موت النحل وهو أمران وهو أن هذا النحل كبير في السن يعني قد تعب من جراء العمل خارج الخالية فقد مات وأخرجه النحل إلى خارج الخالية ربما مات داخل الخالية وأخرجه النحل خارج أو أنه مات خارج الخالية وبقي خارج الخالية ميت وهناك أمر آخر وهو أن هذا النحل لم يرجع إلى الخالية في وقته يعني قضى الليل بأكمله خارج الخالية وكما تعلمون في النحل من دوات الدم البارد فهنا سيموت النحل وعندما يكون الجو دافئ كما تشاهدون لا تجد أي نحل ميت أنظر فلذا لا تستغربوا إخواني الكرام إذا وجدتم بأنه يوجد نحل ميت على أرضية المنحل أو عدد قليل أنه لا تكون كمية كبيرة ولا تجد النحل يزحف وبطنه منتفخ ولا تجد علامات نيوزيمة أو الإسهال ولا تجد أن أجنحتهم مشوهة أو لسانه خارجا يعني إذا وجدت هذه الأمور هنا تقول بأن الخالية بها شيء ما لكن إذا وجدت نحل ميت عادي وعدد قليل ولا يزحف على الأرض فهذا الأمر عادي إلى هنا إخواني الكرام أنتهينا من الشرح ما الذي سؤال أو استفسار يكتب في التعليق إلى فيديو قادم إن شاء الله إخواني الكرام دمتم في العيسين والحفظة والسلام عليكم